لظروف قرر انه يسافر ويبحث عن عمل باش يغير حياته الى الافضل ولكن في الاخير القراصه محكم عليه بالاعدام هو ما دايره هلو هات الشاب اسمه هيتم العداني من اليمن وعمره 24 سانة هيتم مني كانت عنده تقريبا 17 سنة كانت الاوضاع المادية دياله موزرية فقرر انه يسافر لعمه باش يخدم ويصرف على ذلك خدم مع واحد تاجر عماني رجل كبير في اللاج اولى باسع المهم دازت الايام وحد نهار التاجر اعرض على هيتم يصافر معه وحد تصافره خفيفه السوء الحظ هيتم في ذلك تصافره امرض ودهه التاجر للمستشفى ومن الذي خرجه من المستشفى وقف التاجر الواحد البقال وشلاله عاصره وعطاه الهيتم لانه كان عيام بزاف غاشربوه وينها خنهز هيتم ورجع المقاعد الخلفية للسيارة واعتداله وما حسب والو حيث كان دير له مخدر في العاصر ومن الذي دازت ايام هيتم طلب من التاجر انه يسلف له الفلوس لكي يتزوج التاجر وافق بسرعة وقال له مرحبا اعطي مارتك حيث سنكري لك الشقة فيها ثلاثة دين الغورة غرفة لي كنت شو مارتك وغرفة لي وغرفة الاختب هيتم لم يعجبوش الحال وقال له عجب اختي الهضرة جاوبوه متفهمنيش بالغلاط رح غير بغين تشوي صافي قال له مرحبا ولكن قصد الباب التاجر مكاش بغي دك شي راسمي معا عنده الفلوس خصودي الزواج يكون بلاورة وهذا ما لم يعجبوش هيتم والعائلة دياله ورفضوا هذا الزواج ولكن هنا التاجر هدد هيتم وقال له لما بغيتيش تجيب اختك غادي ينفضحك بانني اعتادي تعليق وعندي الدالي وصيف طلب له ذاك شي وهيتم بقى غير مصدر معك المازال صغير قال هالخوه باسمه رافع وعاود له كل شي طافع قال هيتم قول التاجر باللي موافق انه غادي يجيب له اخته وذاك شي اللي وقع استدرجوه وكانوا مخطين انه غادي يشدوه ويسلخوه وحيدو له التليفون ويمسحو ذاك شي اللي فيه ذاك شي اللي وقع وصل عندهم التاجر وتحركوه وفي واحد اللحظة اخوه ديال هيتم هاز الموس وخشاه في التاجر وفي كل مرة يقولوا هذا هو الجزاء ديالك لكتلعب بالأهراض ديال النس اخوه ديال من يشاف ذاك المنظر يحبس السيارة وخرج الموس من الجسد ديال التاجر واخوه ديال هيتم شد تليفونات وهرسه ومن بعد هرب في اتجاه المجهو من بعد هيتم حتى هو سيهرب ولكن سيتم القبض عليه غير قرب من ذاك اللحظة جاءت الشرطة والقاتل بصامات هيتم على الموس تم القبض عليه وتحكم على هيتم بالإعدام وفي هذا المشهد كان هيتم على عائلة دياله حيث كان هذا هو الطالب الاخير دياله وانه يتجمع مع عائلته وفي 13 شهر 11 2023 تنفذ على هيتم الحكم بالإعدام رميان بالرصاص الأخ دياله بغي يسلم راسه ويعترف بالجريمة ويتلقو اخوه ولكن المحامي قال له باللي غاد يعدموكم بجوج وهنا قرر انه يرفض يسلم نفسه كانت هدي القصة ديالهيتم العدني للقتو حتى عاطف كبير وفي الأخير كيبقى العلم لله